الحكومة منذ تنصيبها وفي ظل الحالة التي طالت الحوار الاجتماعي في السنوات السابقة كانت مطالبة بإعادة تحريك هذه الآلية المؤسساتية وخلق جو تسوده التقن المتبادل بين الأطراف الثلاث للحوار ورغبة الحتيتة لإنجاح جوالات الحوار الاجتماعي بما يخدم تدعيم ركائز دولة اجتماعية من جهة ومن جهات أخرى تقوية تنافسية للنسيج الاقتصادي الوطني فالحكومة منذ تعينها وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة كانت على موعد تاريخي للوفاء بالتزامها معبر عنها في البرنامج الحكومي حيث بشرت جوالات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها وبناء مرحلة جديدة من التوافقات الوطنية مع مختلف الشركاء وتحقيق مستويات متقدمة من الانسجام والتكامل على المستويين الوطني والترابي وكذا على المستوى القطاعي هذه الإرادة المشتركة والانخراج الاجتماعي لكل الأطراف تجلت في التوقيع على الميطاق الوطني لمؤسسة الحوار الاجتماعي وتوفير كل الضمانات المؤسستية لاستدامة وفق أجندة محددة ومضبطة وتوجت بالتوقيع التاريخي على محضر 29 أبريل 2040 موسيقى